أعلن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية خالد محاجني أنه سيقوم بزيارة أسرى جلبوع المعاد اعتقالهما يأتي ذلك فيما يلف الغموضة الحالة الصحية لأحد أبطال عملية النفق الحرية المعاد اعتقالهما الأسيرة الفلسطينية زكريا زبيدي وذلك بعد أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور وضعه الصحية وأثار مخاوف عائلته أستتكت من حول الحالة الصحية للاسير زكريا زبيدي بعد تعرضه للاعتداء الشديد أثناء إعادة اعتقاله ومع محاولة السجانين التضيق عليه وإخفائه ومنع تصويره عند خضوعه لأول جلسة محاكمة تضارب ضجت به مواقع التواصل ووسائل الإعلام العبرية حول الأنباء المتعلقة بتدهور وضعه الصحي ونقله للمستشفى قبل أن تورد مصلحة سجون الاحتلال بأنه يقبع حاليا في مركز تحقيق الجلمة جنوب حيفا بلشوا أنه زكريا نقلوا على المستشفى مرتين قابلها نفسه القاضي يعني قال إحنا عرضنا زكريا على طباء بلغوا المحامل أنه عرضنا زكريا على طبيب طبعا غير الكلمتين هذول معطوش تفاصيل بعدها صارت تجينا تلفونات وأخبار أنه زكريا وضعه الصحي صعب وزكريا باللعناء المكتفة زكريا كذا كذا طبعا إحنا كعائلة يعني نشد كلها بشر يعني شدنا نعمل طيب توجهنا للمحاميين لمؤسسات دولية للجميع ترتفع حالة التوتر في مخيم جينين في ظل الأنباء التي تتحدث عن ترد الحالة الصحية للأسير سبيدي فيما يسود الهدوء نهارا كافة الأزقة بعد ليلة ضجت بالمسيرات والتظاهرات والمواجهات في كل أنحاء المخيم والمدينة هدوء المخيم النهاري هذا ينعكس على أحد أبرز معالمه مسرح الحرية الذي يعتبر زكريا أحد مؤسسيه كان يؤمن بالمقاومة على كافة الأصعدة مثل الحرية صغيرا وحققها في عمق الأرض عندما كبر زكريا زبيدي للدور الأساسي وكبير برحلة وحياة مسرح الحرية بحيث ترجع على انتفاضة الأولى عندما كنا بمسرح الحجر وكان زكريا أحد أعضاء مجموعة الدراما اللي بلش فيها جوليان ومير خميس وعملوا مسرح في هذه الفترة زكريا طبعا كان عنده تفكير بأنه زي ما الاحتلال بيحتلنا بكل الوسائل احنا كفلسطينيين لازم نستخدم كل الوسائل والطرق لنقاوم هذا الاحتلال ومن ضمنها المسرح والثقافة والفن هنا على خشبة مسرح الحرية كان زبيدي يحلم بالحرية بشكل درامي صغيرا وعندما كبر كان يسعى لاستقطاب المئات من أطفال المخيم للعمل الفني والمسرحي فيما بعد أصبح هذا المكان أيقونة للمسرح والثقافة فيما غدا زبيدي أيقونة للمقاوم الفلسطيني الساعي للتحرر بالفن وبالثقافة وبتحريره لنفسه بشكل يشبه الأسطورة من مخيم جينين شمال ضفة الغربية المحتلة حافظ أبو صبراء رؤيا